السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من حصة مادة الرياضيات اليوم إن شاء الله في هذه الحصة سنقوم بإنجاز الفرد الثاني في مادة الرياضيات الدورة الأولى المستوى الثاني ابتدائي إذن انتبه معي جيدا السؤال الأول أكتب العدد الذي يأتي قبل العدد مباشرة والعدد الذي يأتي بعده مباشرة إذن انتبه معي هنا عند العدد 700 إذن ما هو العدد الذي يأتي قبله مباشرة إذن العدد هو 699 والعدد الذي يأتي بعده مباشرة يعني بعد هذا العدد هو 701 ننتقل العدد الثاني 350 إذن العدد الذي يأتي قبله 349 والعدد الذي يأتي بعد هذا العدد يعني بعده مباشرة 351 ننتقل للعدد 106 إذن ما هو العدد الذي يأتي قبله إذن العدد الذي يأتي قبله هو 105 والعدد الذي يأتي بعده يعني بعد 106 يعني بعد 106 هو 107 ننتقل إلى العدد الآخر 543 إذن العدد الذي يأتي قبل هذا العدد هو 542 والعدد الذي يأتي بعده مباشرة هو 544 الآن ننتقل للسؤال الثاني إذن ثانيا أضع وأنجز العمليات التالية إذن لدينا العملية الأولى 123 زائد 24 إذن نضع العملية ونقوم بحسابها إذن نبدأ بالعدد الأكبر 123 زائد 24 إذن الوحدة تحت الوحدات والعشرة تحت العشرة نستر تساوي في الأسفل ونحسب إذن 3 زائد 4 كم تساوي؟ 7 إذن أكتب 7 هنا تحت الوحدات 2 زائد 2 4 أكتب 4 هنا وهنا 1 إذن العدد المحصل عليه هو 147 إذن هنا عندي 651 زائد 332 إذن نضع العملية الوحدة تحت الوحدات كما قلنا من قبل العشرة تحت العشرة والمئات تحت المئات ونحسب إذن 1 زائد 2 3 أكتب 3 هنا 5 زائد 3 8 أكتب 8 هنا 6 زائد 3 يساوي 9 إذن هنا لدي عملية الطرح 98 ناقص 43 إذن نكتب 98 لعدد الأكبر يعني هنا 98 ناقص 43 الوحدة تحت الوحدات والعشرات تحت العشرة إذن 8 ناقص 3 نستعمل أصابع نأخذ 8 أصابعنا نقص 3 إذن تبقى 5 9 ناقص 4 إذن كم يساوي 5 إذن حصلنا على 55 هنا لدي 643 ناقص 231 إذن نضع العملية بهذا الشكل إذن نحسب 3 ناقص 1 كم تساوي 2 إذن أكتب 2 هنا 4 ناقص 3 إذن يساوي 1 6 ناقص 2 يساوي 4 وأكتب 4 هنا إذن العدد حصلنا على العدد 412 ننتقل إلى السؤال رقم 3 أستعمل المسطرة لقياس طول القطع إذن لدينا قطعتان إذن لكي أحسب يعني طول القطعتان يعني أستعمل المسطرة المدرجة دائما الصفر هنا تدريجة المكتوب عليها الصفر كتكون هنا على هذه القطع في هذه هنا وأحسب يعني أبدأ من صفر إلى هنا وأحسب يعني القطعة يعني الطول ديالة وأكتب الجواب هنا هذه القطعة وأكتب كم من سنتيمتر والقطعة الأخرى أكتب هنا كم من سنتيمتر أحسب وأكتب إذن السؤال الرقم 4 عندي هنا مسألة نقرأ المسألة يملك أحمد 68 درهاما اشترى قصة بثمن 15 درهاما كم بقي له من النقود إذن هو يملك 68 درهاما واشترى القصة بثمن 15 درهاما إذن كم بقي له إذن هنا نستعمل أي عملية نستعمل عملية الطرح إذن 68 ننقص منها يعني 68 نقود الذي يملك أحمد ننقص منها ثمن القصة 15 ونحسب إذن إذن 8 ناقص 5 كم تساوي 3 6 ناقص 1 يساوي 5 إذن بقي له 53 درهاما إذن بقي لأحمد 53 درهاما ننتقل للسؤال رقم 5 أضع الرمز المناسب إما أكبر أو أصغر أو تساوي إذن هنا عندي 326 أقارنها بهذا العدد لدي 300 زائد 20 زائد 6 إذن هنا نقارن المئات مع المئات والعشرات مع العشرات والوحدات مع الوحدات إذن 300 هنا عندي يعني 2 في العشرة يعني 326 هنا عندي 20 هنا 6 في الوحدات وهنا 6 إذن الرمز هو تساوي إذن أضع تساوي هنا ننتقل إلى العمل الأخرى هنا لدي 200 وهنا عندي 100 زائد 20 زائد 4 يعني 124 وهنا عندي 200 إذن 200 أكبر أضع الرمز أكبر 200 أكبر من 124 هنا عندي 586 وهنا عندي 400 زائد 60 زائد 5 يعني 465 إذن هنا عندي 586 80 إذن دائما العدد الذي يتكون من 3 أرقام نقارن أولا المئات مع المئات والعشارات مع العشارات وبعدها الوحدات مع الوحدات إذن هنا المئات عندي 5 وهنا المئات عندي 4 إذن 5 طبعا أكبر من 4 إذن 586 أكبر أضع الرمز أكبر إذن هنا عندي 397 وهنا 395 إذن المئات نفس المئات يعني رقم المئات ثلاثة هنا ثلاثة يعني تساوي 9 هنا أيضا 9 هنا عندي 7 وهنا 5 إذن 7 أكبر من 5 إذن أضع الرمز أكبر إذن هنا عندي 695 786 إذن المئات هنا 6 وهنا عندي 7 إذن 6 أصغر 695 أصغر من 786 و8 هنا عندي 825 وهنا 852 إذن نقرر المئات رقم المئات ثمانية هنا ثمانية رقم العشرة هنا 2 وهنا عندي 5 يعني 5 أكبر من 2 852 هنا أكبر من 825 من 825 هذا الرمز الذي ندرنا هو أصغر ننتقل للسؤال الأخير رقم 6 رتب الأعداد الآتية من الأصغر إلى الأكبر مع استعمال الرمز يعني الرمز أصغر إذن هنا هنا عندي العدد الأول 124 592 396 و57 430 250 إذن هذه الأعداد كلها تتكون من ثلاثة أرقام إذن نقرر المئات مع المئات وبعدها العشرة مع العشرة وفي الأخير نقرر الوحدة مع الوحدة إذن المئات هنا عندي هنا المئات رقم المئة واحد هنا 5 3 5 4 2 إذن هنا واحد يعني أصغر إذن 124 هي الأصغر 124 أضع الرمز أصغر هكذا وأكمل أشطب على هذا العدد وأقارن الأعداد الأخرى يعني العدد الأصغر الذي يأتي بعد هذا العدد هو 250 250 إذن هذا العدد 200 وخمس وأضع الرمز أصغر إذن بقي لي هنا 592 386 572 و430 إذن من الأصغر هنا إذن 386 وثمان أكتب هنا 386 وثمان وأضع الرمز هذا أصغر إذن بقي عندي هنا 592 572 و430 إذن 400 هو العدد الأصغر الذي يأتي بعدها العدد بعد هذا العدد 403 أشطب عليه هنا بقي لنا 592 و570 إذن 572 أصغر من 592 إذن العدد الأصغر الذي يأتي بعد هذا العدد هو 502 502 و2 و70 أضع الرمز أصغر وأكتب العدد الأخر وهو 592 592 إذن أعزائي التلاميذ الحصة انتهت أتمنى أن يكون الشرح واضح وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر